الماشر فعل شنغ إكسبونغ سعودي يتحدى مستر سفاش بالنسبة للبطولة تكون في فورتنايت كما يعني في تويتر فأنترين عن البطولة الجديدة لقادمة من شنغ إكسبونغ وأحسن اكترين عن بعض الأشياء اهم عن فاير فلاي جار وفعل التسريبات بالنسبة لفلورغان وأخبرنا عن العفلات الجديدة قادمة في بارتي رويل فأنترين بسكان الطاب الأرضي وفيديو جديد خلينا اول شي نفوت بالخبر اللي هو اهم خبر معنا بالنسبة انه على التويتر اليوم شفنا الاستريمر واليوتيوبر الشهير شينغ اكسبونغ نزل تغريدة على التويتر كتب عليها عنهون سافج وعندكم شينغ خلوكم جاهزين قريبا للبطولة للكل لحيعمل ان شاء الله شينغ اكسبونغ بطولة جديدة على فورتنات متل ما عمل مستر سافج وبينجي فشي ومتل نينجا الي 유حيكون في بطولة جديدة في فورتنات الصراحة كفو عليك يا شنغ والله العظيم يعني انت بيطع الاخر وان شاء الله ان شاء الله تكون بطولة حلوة وترفع مستوى العرب بالنسبة للجيمز لانه مثل ما بنعرف دائما العرب اخر شي بالنسبة للجيمز وما بتلاقي حقوقهم مثل ما حقوق الاجانب يعني بتلاقي فيه شوية تقلة بس ان شاء الله بالنسبة للجيمز عم يرتفع اكتر واكتر كل يوم عم يرتفع يوم عن يوم يوم عم يصير سيف مودو بمصر ويوم عم يصير بطولات برعاية شينغ اكسبونغ بالسعودية وان شاء الله لحتكون الرعاية حلوة جدا بالنسبة لهذا الاستريمر هذا الاستريمر ممتاز جدا وهذا الاستريمر واليوتيوبر يعني صراحة من افضل الناس عندي يعني والله حييك والله العظيم انت كفو جدا بالنسبة لهيك بطولة ويا رب تكون بطولة حلوة وللجميع ونستمتع كل اياتنا فيها هاي هي بالنسبة لخبر الستريمار واليوتيوبر شونج بالنسبة للبطولة تابعه خلينا نفوت معنا بالخبر الثاني الخبر الثاني اللي هيكون معنا بالبارتي ريال حفلة جديدة مقدمة من رابر ودي جي ومغني خلينا نحكي عليها شوي هلا وقلق بالنسبة للتوقيت والتاريخ النيو لايف او الحدث الجديد اللي هيكون معنا هيكون لايف يعني ه��ه مباشر مثل وقت صار ايام ماجور ليزر اللي انا نزلته عندي بالقناة سيكون في مكان ما حكينا بين 3 دي جي أو 3 مغنيين بشكل عام أول شخص سيكون معنا هو نواه سيريز اللي هي إخته لمايلي سيريز متل ما كلنا منعرفها تبع هانا مونتانا يعني هاي إخته هي عبارة عن مغنية وبالنسبة للشخص الثاني سيكون ديبلوي اللي هو هذا دي جي معروف متل مايجور ليزر وهدول الناس والشخص الثالث اللي سيكون معنا يونغ ثق هذا هو رابر متل متل ترافيس كوت يعني سيكون بين دي جي وبين رابر وبين مغنية هيك لحيكون بالنسبة للحداث وإن شاء الله هذا الحدث لحيكون معنا التاريخ 26 الشهر يعني 26 ستة إن شاء الله لحيكون معنا الساعة 3 الفجر بتوقيت مصر والساعة 4 الفجر بتوقيت السعودية هذا هو الحفل اللي حيكون معنا بين رابر وبين مغنية وبين دي جي الحفل اللي حيكون جدا حلو لأنه حيكون لايف متل ما تعودنا على جميع الحفلات البارتي رويال اللي حضرناها قبل هلا ولا حترك لك تحت بالدسكريبشن لحتى تشوف الحفل القديم وكيف لحيكون نظامه لو أنت أول مرة بتحضر هيك أشياء أو بتعرف عن هيك أشياء مثل الحفل ومثل ما يكون معنا بس مباشر بالنسبة لدي جي ومغني وفوت تحت عدد سكريبشن وشوف الحفل القديم كيف لحيكون لحيكون نفس الموضوع بالنسبة للحفل الجديد بس مع ناس مختلفين كدي جي ومغني ورابر هيك هي بالنسبة للحفل اللي حيكون معنا بالبارتي رويال إن شاء الله يكون هيك حلو نستمتع فيه بس بالنسبة لتنزيله على اليوتيوب أنا ما لحيقدر نزله على اليوتيوب لأنه شركة إبك جيمز بعتت لي إيميل بالنسبة لصناع المحتوى قالت لي فيه إنه لحيكون هذا الحفل اللي حيكون بالبارتي رويال لحيكون عليه حقوق نشر وما لحيقدر انشره عندي بالقناة لأنه لحيكون فيه مطالبة حقوق النشر بالنسبة للأغاني وبالنسبة للنغمات فأنا ما لحيقدر نزله عندي بالقناة فأنتي حاول شوفه ولا ما تلاقي حدا حاول ينزله أو بيكون بنزله بس أنا ما لح نزله أنه الصراحة عم يصير عندي بعض المشاكل بالنسبة لمطالبة حقوق النشر لهيك أشياء بحفل بارتي ريال وبالنسبة لهذا الإيميل اللي بعتوا لنا بالنسبة لصناع المحتوى إبك جيمز حكوا فيه بإصدار جديد لحيكون 13.20 قادم معنا الأسبوع القادم إن شاء الله يعني بيكون لحيكون التاريخ 30 أو 29 لحيكون معنا التحديث الجاية اللي هو لحيكون 13.20 هذا هو اللي حيكون معنا بالنسبة للايميل اللي بعتوا لنا يا إبك جيمز يعني حضر حلق لأسبوع الجاية لحيكون معنا تحديث برقم 13.20 بس ما بعرف هل هو غلط مطبعي ولا لا لأنه المفروض لازم يكون 13.10 ليش خطوا لعشرة ما بعرف يعني هو المفروض يكون 13.10 بس إبك جيمز بعطتنا إيميلات لصناع المحتوى قالت فيه إنه لحيكون 13.20 فالمهم لحيكون معنا الأسبوع الجاية تحديث إن شاء الله يكون 13.1 مليون بس حيكون معنا تحديث الأسبوع الجاية فخليك مستعد بالنسبة للباقاء للأسبوع الجاية وأنا قبل التحديث إن شاء الله لحقلكم عن التسريبات تبع التحديث ولحقلكم عن موعد التحديث بالظبط مشان تكون مستعدوا رادي أي حدا نفعل زر الجرس عندي فلحيكون عندك أخبار أول بأول بالنسبة للتحديثات وللبطولة تبع شينك إكسبونك وبالنسبة للبارت ريول أنا لحرد أحكي عليها في فيديو تاني بعد فترة مشان يكون مؤكد مية بالمية بعد بيوم مشان تعرف التوقيت بالنسبة للبلاد العربية كلها خلينا الآن نحكي على الشيء الجديد اللي ينزل معنا باللعبة يلي هو الاسمه Firefly Jar مثل مزار أمامك هذا هو هذا بيكون عبارة عن مرطمان أو أطراميز يعني أو علبة إزاز بتروح بتلقطة مثل مزار أمامك بالفيديو بتروح لأي مكان بتلاقي فيه يراعات عم تطير أو هدول الزباب يعني هي اسمها يراعة هاي بس خلينا أقول لكم هيك مثل الزباب يعني بيكون عم يطير ولونه أحمر هيك موهج باللون الأحمر هذا الشيء عبارة عن يراعات حارقة لح تكون بتروح لهنيك بتقرب عليها بتكبس بالكنترول تبعك مربع أو بتكبس على الكيبورد تبعك حرف الأي اللي انت بتاخد فيه الشيست أو الاسلاح يعني بشكل عام بتروح بتقرب عليها بتكبسها وبتاخد هذا الشيء اللي هو اسمه Firefly Jar اللي هو عبارة عن مرطمان فيه أشياء بتحرق بالنسبة لمعلومات هذا الشيء لحيكون من النوع النادر يعني انت لح تروح تدور عليه بكترة لحتى تلاقيه بالماب يعني ما بتلاقيه بالشيست أو ما بتلاقيه بأي مكان تاني بتلاقيه موزع بالماب هيك شي عم يطير بتروح تكمشو بتاخده بصير معاك بالنسبة لعله لحيكون معاك الماكس ستيك تبعه يعني أكتر شيء تحمل منه ثلاثة وبالنسبة للكرات النارية اللي جواته اللي حتفرش وتحرق الدنيا لحيكون عبارة عن أربع يراعات وبالنسبة ضرر اللاعب لحيكون أربعين وضرر المباني لحيكون تقريبا من عشرين لأربعين تقريبا هذا الشيء مثل موزعر أمامك الفيديو أنا عم بحكي هيك لحيكون شكل اليراعات لما تروح تاخده وتحرق الصراحة إضافة جدا حلوة وزريفة جدا بالنسبة لهذا الشيء ومثل ما حكينا بالنسبة للفلار غان ومثل ما حكينا للفلار غان هذا هو الشكل تبعه لحيكون شكله جواة لعبة بس لحد الآن ما نزل معنا باللعبة فإن شاء الله قادم معنا مثل الفايرفلاي جار اللي احنا نزلناها بالتسريبات بالتحديث 13 اللي هو سيزون الثالث شابتر 2 بس هلأ لحتى نزلو يعني تقريبا مر أسبوع لحتى نزلو فإن شاء الله لح نشوف هذا الإصلاح قريبا معنا باللعبة مع مزايا تبعه والكود لأيتم شوب مثل مزاير أمامكم الله يسعدكم كل هاتكم 29 مواحد عم يستخدم الكود لأيتم شوب والصراحة واتشتريتوا البطلباس أيام السيزون الثالث شابتر 2 دعمتوني جدا فيه بتشكركم كل هاتكم وأنا هلا حاليا قطعت يوم عن التنزيل ليش لأني كنت عم ضبط الانترنت عندي وإن شاء الله لحبلش أعمل بس مباشر على سيرفر خاص أرينا أو سول اللي حيكون إن شاء الله لح أعمل فيه بطولة على 10 درار لح نظم بطولات بإذن الله إن شاء الله مع الوقت فشكرا لكم كل هاتكم على الدعم الخرافي أنا مثل ما حكيت ببداية القناة ولحد الآن عند وعدي أنا واتقعد بوفي إن شاء الله أنا وعدت إنه لما يكون عندي كود لأيتم شوب يوصل للميت دولار إن شاء الله لح أعمل بطولة على 10 درار على سيرفر خاص وأنا فعلا لعند وعدي لحد هاي اللحظة إن شاء الله لح أعمل سيرفر خاص أنا حاليا عم ضبط عندي الانترنت مشان أعمل لايف أو بس مباشر على الفيسبوك ونصير نفوت مع بعض ونعمل بطولات ونتسلى وفنه هيك يعني وبالنسبة للخبر ما قبل الأخير معنا يا شباب هدول السكينات مثل مزار أمامك بالصورة لحينزلوا معنا إن شاء الله أيام الحفل يعني يوم 26 إن شاء الله لما يكون معنا الحفل تبع 26 اللي حيصير بالبارتي ريال لحينزل قبل بيوم أو بنفس الآية تمشو بتبع اليوم هدول السكينات هدول السكينات من فترة كبيرة ما نزلوا تقريبا من أيام ما تغير التلد وصارت قديمة لما تفوت عليها وما تقدر تعمل بيلد نفس الشي هلا لحينزلوا إن شاء الله مثل هذيك الفترة هدول السكينات اللي زارين أمامك بالصورة لو أنت معك V-Box حاول توفره لو أنت بتحب أي سكينات من هدول فحاول توفر أنت ال V-Box لهذه اللحظة لحتى أنت تقدر تاخد هذا السكينات أو تقدر تشتري هذا السكينات لو أنت نفسك فيه وبالنسبة للخبر الثاني اللي هو الحزمة اللي هي يالو جاكت باك نزلت معنا بخمسة دولار اللي هي عبارة عن 600 V-Box وبيكاكس وباكبلينغ وسكينات لونه أصفر تبعي العميلة اللي هو اللي هيكون باسم يالو جاكت باك هذا هو اللي زار عمامك الصورة إن شاء الله نزل معنا حاليا بالأيتم شو بهاي الحزمة بخمسة دولار لو حابب تشتريها لا تنسى كل الدعم بالأيتم شو بنيمو تسعة تكون متشكرك جدا جدا أنتوا طبعا ما عم تأسروا مثل ما شفتوا الصورة يعني صراحة 29 واحد عم يدعمني شكرا لكم كل ياتكم وصفان تقريبا 400 واحد لحتى نوصل إلى 10,000 ومالي نسيان السحب تبع العشرة آلاف وبالنسبة للماب الماب أنا هاي الشي ممكن ما حكيت عليها وأنتوا بتعرفوا هذا الخبر هذا الخبر عبارة عن أنه الماب حاليا نسبة المي فيها عم تخف وأول أسبوع فعلا خفت صارت بهذا الشكل اللي هو معلم عليه أمامكم بالسهم حاليا كل مالة عم تخف المي بالماب فإن شاء الله لنهاية السيزن لحينزل معنا منسوب المي لنسبة كبيرة جدا وترجع الماب متل ما تعودنا عليها بدون مي أبدا ولح ترجع معنا السيارات السيارات لح نقدر نسوها ونركبها إن شاء الله لح ترجع معنا باللعبة بس اللي حاليا موقفين السيارات بسبب أنه المي نسبتها عالية جدا وما رح تستمتع أنت وعم تلعب فيها متل ما تعملوا أيام الهولوكابتر بسيزن 2 شابتر 2 ما نزلوا الهولوكابتر نزلوها معنا بالإعلان بالإعلان الخاص بالسيزن 2 شابتر 2 بس ما نزلوا الطيارات غير لبعد فترة وبعد أسبوع مشاء الناس تحس بالحماس وتتسلق أكتر وأكتر يعني ما أنه تموت اللعبة دي غري من أولا ينزدوا كل كروتو فهذا هو الموضوع بالنسبة للماب دي حينزل منسوب المي ولحينزل آمو بترول متل موزار أمامك بالصورة لحينزل هذا آمو معنا مشان تعبي السيارات وكل مسافة لازم تعبي السيارة هذا الشي ما لح نحكي عليه هلأ حاليا إن شاء الله أول ما تنزل السيارات لح نزل لكم شون تلعب السيارة وشون تحكم فيها وشون تقدر تعبيها ولحن نشوف فيه كازيات أو بنزيمة خاصة بتعبات السيارات مثل الكازيات اللي بنعبي فيها السيارة عن الحياة يعني تبعنا لح تلاقي هاي القصص تروح تعبي فيها السيارة فهذا هو مقطعنا اليوم بتمنى يكون عاجبك واستفدت من المعلومات ولا تنسى تفعل زر الجرس مشان أحكي لك عن البطولة خاصة بشينك إكسبونج اللي قادمة معنا وحكي لك عن كل التسريبات اللي إن شاء الله حكيتها هلأ وممأكدة وبالنسبة لأوقات البارتوريال أنا حكيتها وإن شاء الله رح نزل لك فيديو منفصل يحكي لك فيه عن الأوقات للبلاد العربية لو أنت حابب تحضرها بس لها تكون فترة من الساعة 2 للساعة 5 الصباح بالنسبة لبلاد العربية فجرا إن شاء الله رح يكون 26 فجرا وأنا رح نزل إن شاء الله فيديو تاني حكي لك فيه بالتفصيل عن الموقت والوقت والكل شي بالنسبة لهذا الحفل فشكرا إليك إذا كنت المقطع للآخر وفي مشكلة حاليا باليوتيوب ما عم يوصل إشعارات للناس فأنت حاول تشيك إذا بدك على القناة كل فترة مشان تشوف اللي جديد أنا إن شاء الله يوميا اللي حصير نزل فيديو جديد فشكرا إليك إذا كنت المقطع للآخر قد دعم بالإتم شو بنيمو 9 وبرعاية الله اشتركوا في القناة